النهاردة انا مر علي ثلاث سنين على جوازي كتير مجاليش فيهم هدايا النهاردة جوزي عوضني عن الثلاث سنين دولا لان انا كنا بنمر بظروف صعبة وانا مش عارفة عايب اقول كده ولا لأ بس اهو معودني كل عيد جواز بيجيب لي حاجات فالنهاردة عوضني هنعيد جوازي فات فداني فلوس نزلنا انا ومحمد المغربية اللي هي امرض خالي اه جبنا الحل دي خلي بنسلم عليهم السلام عليكم كدير اللي بس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير لقاكم هالفيديو بخير على خير كما قلت لكم امرضون انا مشاركة فرحتها الله يدخل معي بالصحة والعافية اعطاها رجلة كما قلت فلوس قلت لي اذا نزل اختاري معايا انا نحلل البرمات كتكسو وكما تشوفوا معنا شبهات سادي فانا جبت دي وحلت الجرمة بتاعت الكسكوس والمكارونا واللحمة ودي جايبها عشاء رمضان اما محمد جايبالي زي هدية على حسابها قابل التحوش وجبنا الحاجات دي وهنرجع لكم تاني كان الباب يخبط الاول معايا صديقتي برضو قناة انا وجارتي انا وجارتي الريف المصري امو تزينا قولي سلام عليكم تاي اول مرة تظهر معنا في القناة شجعوا القناة تاعتها دي احنا جماعة جايبينها عشان رمضان عشان احنا هنصور خلاص في البيت عشان تعرفيني الكورونا وكده فانا كنت بإصراحة نفسي اجيبها اااا كنا مختارين انا امو محمد من زمان اصلا دي عبارة عن حلة ومقلية في نفس الوقت دي ممكن ايوة دي كتحيي دي كتخلي عليك نسميك بغيش الزيتي طايرة تتقفلها من اللي كتتقلها كتحيي دها دي يعني لما نقلي والزتي ترتش ممكن نقفل الغطر لا لا ليس سهل تستيارها وهدي ليه عدة استعمالة كنطر دي يا جماعة توركي اصلي فرنساوي توركي اللي هو الاصلي وعليه الختمة بتاعه وتخليوها حلة او طن جركة متى نقول احنا يا يعني بصراحة زوين يعني اللي هاعدت استعمالة اللي عايز السعر بتاعها يكتبلي في التعليقات وانا هكتبليهم اقليبي يا امو محمد ما شاء الله الله يبارك يعني جابت حاجات زوينين بصراحة اي اقليبي بصي استني كده اوي اهور ختمت بتاعه بقليبي كمان بصوها من جوه دي فييلة وحلوة واستلس اصلي وتفال من جوه التفال اللي هو المضمون حتى الخامة منبرة بين عليها أو البطا دي يا جماعة في رمضان هتنجز معاكو حاجات كتير جدا وقبل رمضان والصعيد دي أنا بصراحة أتنفسي فيها أنا أخذ الأمر دواء متستعمليهاش لقلي خليها أنا ممكن استعملها للقلي ممكن استخدم كمان لو أنا أعمل خضار المسنوق يعني كيخسر الحواج كيخسر المواعين أو كيبوض بصراحة أتنفسي فيها بصراحة أتنفسي فيها بصراحة أتنفسي فيها شعبوا أكتر حاجة مفرحانية إننا أول مرة من ثلاث سنين هحتفل بعيد جوازي الحمد لله الحمد لله طب ومعايا بقى أولا نفتح حالات البرمة دي عشان هتعجبكو جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة سأكمل معاكم الجزء الثاني زي ما قلت لكم الحمد لله ربنا فتح على جوزي والحمد لله ربنا أقدره إن هو يعوزني عن ثلاث سنين ما كابش فيهم دي اللي عيد جوازنا والمناسبة دي سعيدة بالنسبة لي اليوم اللي أنا اتجاوزت في جوزي تنوحل ثلاث سنين صعب على أي واحدة ما يجلاش حتى شكورات أمر دي فاربنا قدروا داني فلوس زي ما كتو شايفين جبنا الحلة اللي محمد شرحتها معاكم و دي كان نفسي فيها جدا حلة الماكرونة والكوسكوسي واللحمة كل حاجة أنا عندي حلة ضغط نحن كنسميوها البرمة هاي اللي فيتا على البرمة عاطينها عاملين فيها عاملين فيها دا صفايا للداخل في منها دولين مصفا وحلة بس أنا جايبة اللي هي أرباط دوار تمام هفتحها معاكم بسم الله الرحمن الرحيم هما الكسكاس بيقولوا لي بيسموها دي يا جماعة استلس أصل فرنساوي استلس فرنساوي عربي كده أم محمد عربي كاميرا كده فرنساوي حلوة اقتلس أقلي أقلي ربنا يجعلها خير لاننا كان نفسي فيها من الجزء اللي احنا صورنا ودي الحاجة التانية اللي هي من نصفا فتعيتها من فوق نزوينا الخامة دي جماعة ممتازة جدا دي كان نستعملها في الكوسكوس كوسكوس فالحم بخار كلش لانه هو اقبر ما شاء الله ومبروك علينا لانه دي نستخدمها طبعا في التصوير في رمضان ان شاء الله ان شاء الله دي حاجة كده فوق الممتازة هذه الصفاية للداخل اشرح لكم كل حاجة وهذه الصفاية للداخل دي بصراحة كان نفسي فيها جدا نسأله أم محمد وكان يعني عيني هتطلع كده وأنا بصورها يعني يكتبت لك اليوم بإدن الله اللهم صلى على سيدنا محمد ولي عبد السرعة والسلام الختمة التاع هوا اهم حاجة الختمة ده يا جماعة ايوه ايوه مكتب عليها تركي فرنساوي تقفيل تركي بصوا من جوه بي صلى الله عليه وسلم كده تركي فرنساوي معي هنا ممكن انا اعمل فيها محشي من غير ملجأ لأي حلل اربح حلل وخمس حلل هتقولولي ازاي بقى هقولك كده بصي خليك كده معي محمد ايوه ايوه حتى المحشي المتقطع المحشي يتسلق ايوه واخذ المحشي كده هو بالمية تمام لحد مثلا ما يخلص خلاص خليناها اشننا صفنا المية هنحط المسوى دي من فوق ممكن نحشي ونرصي انهو قبل ما نجيب ايه الحالة اللي هنحشي فيها اصبح ان احنا ايه معانا قداللغط التعديل ده من نسبة للمحشي منظر بقى نجيب حالة واثنين وثلاثة تمام هنا هنا ممكن برده لو انا هعمل لحمة مسلوقة ومعاها مثلا رز او لحمة مسلوقة كبسة احمر اللحمة الاول احمر خضارة احمر خضارة اصبح ان انا معايا ايه هشيل اللحمة من هنا احطها من تحت ورص المقلوبة بتاعتي احط عليها الرز اصبح المصفى باللحمة عايزة بقى احط خضار من على الوش احط دي كده وهقفل برضو بالغطى بتاعي ده برضو لو انا هعمل لحمة هعمل حاجة دهالي وريحي نفسك يا ستة خديها اصبح ان انا هنا دلوقتي عايزة اعمل مثلا ايه تتهني فيها يا رب اللهم اصلى على سيدنا محمد عايزة اعمل فريخ عايزة اعمل حاجة مش عايزة بقى المصفى احمر الفرق احط الخضار مش عايزة اضربة لها الخضار هشيلها هغطي الحالة الحالة دي على فكرة اعتبر زي حالة الضغط بالزهر ايه و ما شاء الله في عدة تعمالات جامد 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 لحمة فراخ اي حاجة اي حاجة تتخيلوها معانا ممكن انا ما عايزة سوي على البخار هعمل الرز هنا وهعمل شربة الخضار هنا مثلا هسوي نوة الخضار هقطع الخضار على البخار بتاع الرز اللي هيطعمه وانا اقفلها الغطا وبتاح الغطا كده هتلاقي الخضار يستوى الوز يستوى معاك ده حاجة الحاجة التالتة بقى والاخيرة المكارونة لو انا هنا هو اتضعم المكارونة هحط الميا هحط المكارونة هنا هاقفل الغطا كده هو هفتح اصبح المكارونة تصفت معاك المياه هتدري عندي صلسة مثلا نتلجة ممكن انا البخار بتاع المكارونة كده هاقفل عليه هفتح هلاقل ايه الصلسة طبعا ايه صحيح الكسكسي بقى هنعمل انه هو شربة اللحمة واللحمة لا الكسكسي بتاعي انا خليه على الله انا فارسة لا اللحمة بالشربة هتخط الكسكس من هو على الصفية هتقفلوا لا ولكن شلي الوسط هتقفلوا انا بقى فهمهم هتقفلوا وطلطوا النار هتبقى الحلة بس كده هاي والأحمة بالتعب اهم حاجة في الشربة وفي بخار طالع وكسكسي على الوش انا هو كده انا لا أكلوش هنقفل كده لا بالنسبة بطريقتنا احنا عايزة بقول لكم حاجة اخيرة ومهمة جدا 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 في ناس في بلاد برا على ما اسكر في الكويت او الامارات بيعميروا السمك المسلوق بعد ما يتقل بيسلقوه مع الرز سبحان الله بتختلف بعمل الرز بتاعي وبحط روة المسلق بالرز والسمك وتطلع ما بيش حسن من كده مع اللمون والبخار وخلصت معي البورمة على كده تمام؟ الحالة التانية اللي هي عجبت ام محمد معي الحالة دي يا جماعة حالة البريستو دي رهيبة بصوا كده يمكن ام محمد تكلمت عنها الحالة دي زي ما ذكرنا تيفان من جوة مبارة مدهونة ما تقلقاش خالد اي حالة من دي بتغير اللون بالحرارة بس يعني حاولوا ديني زيتا ايه الدواب هي عملينها دي بيقولك النار متعناش لحد هنا لو عيلت يعني هنا اكيد فهم اللي صنعين الحاجة دي وعارفين العلامات بتاعك في علامة اولة و تانية و تالتة متعليش عن التالتة صح الحالة دي تمشي معك في تحمير كده تمشي معك في السل تمشي معك في تعملي فيها لحمة تعملي فيها فراخ بالنسبة لي انا ما تضيعش بالنسبة لي انا ما تبوزيهش بالزيت صراحة ممكن كمال لو عايزة تقني بطاطس عايزة تقني السمت عايزة تعملي فراخ اهو بتبقى كده اهو وتقفلي عليها لو انت مش عايزة تبخانة يطلع ما عندكيش مصر ان الشفات شغال اهو تمام؟ دي اسميها الحالة لبريستو دي كتبهة اللي كان نفسي فيها بصراحة لان انا عندي الصواني الالومونيا القديمة اهو دي كتا عجباني و فدقيتني انه هادو انا بشتري الحاجة دي يا جماعة بقى عجبانين ايه الجديدة دي اهوام تتسكر تتركي تاني حاجة ثلاثة اشكال دول معمولين لحاجة معينة دي كده معمولة للكيك والحاجات اللي هي الرومانسية والحاجات تمام؟ المدورة دي معمولة البسيسة البسبوسة الكيكة ممكن تعملي فيها كمان عزازية ممكن نعمل فيها رؤاء ممكن نعمل فيها جلاش مدور اما الرابعة دي معروفة معروفة دايما ان هي للرؤاء وجلاش بس فيه ناس ما بتعملش فيها رؤاء وجلاش فيه ناس بيعملوا فيها اكل اكل بيدخلوا الفرن يعني ممكن يعملوا هنا سنية سراخ مسلا ممكن يعملوا طوجن لحمة بالبطاطس برضو تنفع في كل ده ممكن ما تفكهاش بقى ساعتها بتدخليها لطول على الفرن واتطلعيها دي بقى سهلة معين فانا كانوا عقبيني بتاعت اشكال جولة ومحمد فاجئتني بهم من اليهاردة وانا بصراحة بشكرها لان انا كنت بمر كده بظروف من اعلم بها يا ربنا وربنا الحمد لله فرجها علينا قبل يا رب كده امرضغالك يا الهام قريب وكنا بنهاية الحلقة معاكم وقلوكم اه احنا بنكبر بيكم وكل السراء والطيبين ورمضان الكريم عليكم واتمنى ان انا في رمضان اقدر يفيدكم بالحادثة اللي احنا جدناها ونامي فيها طباخاتنا واستنونا وعايز اقولكم حاجة كمان ومحمد مش جابة دي بس كده دي جايبها عشان تعلمني كمان ازا يعمل الكيك الو اقلي لان انا اكل كله طبخ مليش في الحلويات فهي اردى وقرشانة في الحلويات فتعلمني ازا يعمل الحلويات يلا تنسوش تدعمونا تعملونا مشاركات اهم حاجة اللايك يا جماعة والقناة دي هتبرد بيكم وفتحة الخير علي يوميات مغربية ومصرية السلام عليكم ورحمة الله وبرك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة